أستاذ عاطف أبو بكر في المراجعة السابقة انتهى بنا الكلام إلى الحديث عن الحاضنات التي توفرت لأبي نضال وجماعته في المنطقة العربية وانت ميزت بين نموذجين النموذج العراقي والليبي اللي كان حاضنة حقيقية وموفر يعني كان فيه نوع من الالتحام بين الأجهزة الأمنية وأبي نضال والنموذج السوري اللي كان ترك نوع من المسافة وكان يتعامل ربما بذكاء أكبر حتى لا يتحمل خطايا وأعباء وتبعات وتداعيات ما يقوم به أبو نضال لكن بالتأكيد كان هناك علاقات مع أنظمة أخرى في المنطقة العربية وأنت أشرت إلى النظام المصري في مراجعة سابقة وفي حديثنا في خارج التسجيل أيضا أشرت إلى السعودية اللي كان يتردد عليها أبو نضال من حين لآخر ما طبيعة هذه العلاقة؟ نعم قلت في بلدان شكلت حواظ في بلدان شكلت شبه حواظ لناكل وفي بلدان أخرى جرت العلاقة بشكل إجباري علاقة إجبارية هو فرضها عليهم؟ نعم لأكل علاقة كف الشر لنسميها هكذا علاقة كف الشر أقول هنا البلدان الخليجية تندرج تحت هذا العنوان علاقة يعني إبعاد الأثى وكف الشر كيف؟ أبو نضال وهو في العراق كانت الكويت على مرمى حجار فمنذ وقت مبكر قام بعمليات ضد الكويتين ثم كان يريد المقابل ابتزاز مالي وكان ذلك مصرحا له من قبل النظام العراقي يعني هذا الكلام قبل الحرب الإيرانية العراقية كان مصرحا له يعني كان طليق اليد فحصل على ابتزاز مالي في اللحظات في اللحظات التي كان يتوقف فيها الكويتيون عن الدفع كان يضربهم ولذلك قتل لهم دبلوماسي المرزوك في الهند قتل لهم دبلوماسي في مدريد حاول اغتيال رئيس تحرير جريدة السياسة يعني أصابه ولم يموت أحمد الجار الله نعم عام 85 قام بتفجيرات في مقهيين شعبيين في الكويت على شاطئ البحر يعني كتل عدد لا بأس به وجرح يعني ما يقرب من ما يزيد على 80 دائما عليك أن تقرأ عندما يصعد مثلا ضد بلد ما من هذه البلدان الثرية إذا إما أنه يريد مالا وإما أنهم توقفوا عن الدفع فضربوا ولذلك بعض البلدان كان أحيانا بالتليفون يقال لأحد السفراء هذا رقم الحساب مطلوب إرسال 2 مليون وهذا جرى مع بلدان خليجي دون ذنب جرى مع بلدان إذن الكويت دفعت هنا أقول أنا أتكلم للتاريخ وأتكلم حتى يتطعظ الجميع ولا تكرر التجربة هنا أقول لو لم تقبل تلك البلدان أن تبتز ولو لم تقدم بلدان أخرى نفسها كحواض لما كانت ظاهرة أبو نضال ولما عاش يومين عندما أفقدناه الدعم وأفقدناه الحواظ إن انتهى لا يوجد شيء إذن هو استفاد من التناقضات العربية كان الأنظمة العربية يحبوش بعضه ويريدون أن يكيد بعضهم لبعض إذن أقول أول بلد خليجي بتز هو الكويت وكان على مرمى حجر من العراق نعم حاول فترات طويلة ابتزاز الإمارات المتحدة وذكرنا ذلك في المواجهة السابقة وذكرنا ذلك استعصت عليه فترات طويلة وقام بمجازر ضدهم لكن هل ردخوا في النهاية؟ نعم في لحظات ردخوا دفعوا في لحظات دفعوا وخاصة تعويضات عن ما كان له من موجودات في بنك الاعتماد لكن لا أستطيع القول أنهم يعني لأكل أنهم انحنوا انحنوا وليس يعني أكثر من ذلك أول عمليات أجراها أبو نضال في تاريخ تنظيمه عام ثلاثة وثماثة وسببين قبل أن يتشكل تنظيمه بشكل معلومة أول عمل قام به ضد أمبوب نفطي في أم كويك أمبوب نفطي سعودي في الصحراء في منطقة أم كويك الصحراء الأردنية السعودية ضد السعوديين ثلاثة وسبعين خطف الرهائن احتجاز رهائن طلطاشر رهيني في السفارة السعودية بالكويت طبعا كان مسموح له إراقيا يعني كان من أوائل الدول التي استهدفها على السعودية ثم خطوط شركات طيران السعودية ثم لأنه يعرف أولا يعرف العداء السعودي الكويتي نظامين ثم يعرف إمكانيات المملكة العربية السعودية إمكانيات المالية سعودي الكويتي أو سعودي العراقي سعودي العراقي سعودي العراقي لكن يعني ممكن مراقبة عندما كانت الأمور تعود إلى طبيعتها في العلاقات يعني يعود الدفئ بين العراق وتلك البلدان كان أبو نظال تكف يده إذن يعني جرت هجمات عدي على السعودية إيش كان الرد فعل السعودية السعوديون يعني فترات طويلة تمنعوا فترات طويلة تمنعوا إلى عام 87 يعني لأكل كان فيما مضى الأذى بالسعوديين كان السعوديون يؤذون لكن أذى لأكل هامشي أو محتمل محتمل يعني ما دخل مرحلة قتل دبلوماسيين أو اعدداءات كبرى عام 87 أبو نظال اتخذ يعني وقد كان استقر في ليبيا اتخذ منحة آخر مع السعوديين كنا في الجزائر في الحوارات التي ذكرتها شهر أربعة أرسل رسالة إلى الأمير سلمان حاكم الرياض أمير الرياض نعم عبر مجلة المجلة في لندن عبر رئيس تحرير مجلة المجلة في لندن في ذلك الوقت وكان رئيس التحرير في ذلك الوقت السيد عبد الرحمن الراشد وأرسلت الرسالة مع يعني كتبت في الجزائر وأرسلت الرسالة مع صحفي في ذلك الحين السيد صالح قلب كان صحفيا في مجلة المجلة صالح قلب اللي حمل الرسالة من لندن إلى الرياض لا السيد صالح قلب الذي أصبح فيما بعد وزيرا للثقافة في الأردن وشخصية معروفة في الأردن هو الذي حمل الرسالة منا في الجزائر هوه كان شغال معاك لا هو كان يعني بعثي من مجموعة صلاح جديد وبعد سقوط النظام في سوريا عمل يعني على مكربة من فتح يعني كان في إطار المقاومة وكان رئيس الاتحاد العام للاتحاد الوطني أو الاتحاد العام لطلبة الأردن كان هذا الاتحاد مدعوم يعني من مقاومة من فتح ثم ذهب وعمل في لندن في مجلة المجلة فاستدعيتو يأخذ الرسالة لا هو كان جاء يعني قدم إلى الجزائر لتغطية أحداث الحوار والمجلس الوطني وهو على معرفي سابق بأبي النبال وأنا يعني أعرف طويلا كنا في العمل الطلابي مع بعض وسكننا في فترة في بيروت مع بعض ويعني في معرفي طويل و يعني كان صديقا لنا لنقول فسلمت الرسالة وقلت له وديها لعبد الرحمن الراشد يعني ارتقي أن يحمل الرسالة إلى مجلة المجلة لتصل إلى الأمير سلمان هو سلمها للسيد عبد الرحمن الراشد ليرسلها للأمير سلمان في الرياض السيد الراشد حملها ولم يعرف من من الرسالة يعني كل رسالة للأمير سلمان حملها ولم يعرف كما علمت أنا أن الأمير عندما رأاها قال للراشد يعني أتدري من من الرسالة قال لا فقال له من أبو نضال أنت كنت على علم بذلك في الجزائر الرسالة نعم على علم أنا وأبو نضال يعني في مسán محتوى الرسالة محتوى الرسالة أنه يعني يريد وضع حد للإشكاليات ويريد علاقات ويريد زيارة المملكة العربية السعودية تحت اسم العمرة يعني يريد العمرة يعني تحت هذا تحت اسم العمرة يريد أن يزير السعودية يعني بمعنى هذا التخريج وإنه كما تعطون منظمة التحرير وعرفات وكذا وكذا طبعا ويعطاء عرفات ويعطاء منظمة التحرير مكروني بمجموعة من الشتائم يعني بدنا حقنا بهذا المعنى بدنا حقنا إحنا أيضا مقابل أن يتوقف عن إذائهم يعني بين السطور نعم بين السطور نعم يعني أنت ما بتقدر أنك تكتب رسالة تهددهم فيها وتكلهم بدي أزوركم يعني الرسالة هي رسالة حسن نوايا يعني قدموا لي شي حتى أنا وشكان رد فعلهم بالفعل استجيب لي الرسالة دفعوا وذهب أبو نضال على رأس وفد من الجزائر يعني في نفس الفترة ذهب على رأس وفد إلى السعودية وطبعا أنا استثنيت من الذهاب رغم أنا مسؤول العلاقات السياسية ومسؤول العلاقات الخارجية طبعا هو كان لا يريدني وفيما بعد عرفت لماذا لماذا لم يريد منه ومنه أبو أبو نزار ومن دكتور كمال يوسف علي الفرق علمت من الرفيق أبو نزار عندما عادوا طبعا يعني قاموا بالعمرة وهذه الحيلة اللي أقول وعلمت من أبو نزار حينما طبعا أنا بالنسبة إلي هو كان يقول إنه يا أخي أنت معروف إنه لونك يساري وكذا وإنتي سيقوله شيوعي وإنتي كذا يعني ستشكل لنا مشكلة طبعا أنا لا شيوعي ولا أولي كنت شيوعي شايف وأنت كنت سفير في بلدان اشتراكية وهذا بتعرف يعني كيف يرى يعني خلط الحابل بالنابل بمعنى آخر لكن فيما بعد اكتشفت هو يريد قال لي الرفيق أبو نزار رحمه الله عندما كان في السعودي قال عمل أهزوجة في شتيمة إيران هو يعرف حساسية السعودي من إيران حساسية السعودي من إيران فكان فيه الأهزوجة هي إيران وكأنه كاد المريب بأن يكون خذوني بينما هذه الأهزوج داخليا وفي مجلته في تأييد لإيران حتى اعتبر نفسه شبه متشيئة حتى فرض على بعض عضا تنظيمه أسماء الحسيني بن علي والكذا والكذا أسماء ذات طابع الشيعي وهي أسماء إسلامي نسميه يعني بمعنى مزيد من ليش كان يقبض من إيران برضو لا لا يعني سأتكلم لا فطبعا يعني قابل من قابل ثم عاد بدعم مالي عاد إلى الجزائر عاد بطائرة أحد الأمراء وفي شهر ستة أيضا من نفس العام ذهب مرة أخرى عام سبعة وثمانين ثم انفتح الباب للعلاقات فتح الباب للعلاقات غريب لأنه هاي نفس الفترة اللي كان العلاقات فيها مع ليبيا جيدة طبعا هو ذهب من ليبيا طبعا يعني المرة الأولى ذهب من الجزائر المرة الثانية ذهب من ليبيا ثم انفتحت العلاقات وبدأوا يقدموا مليون ريال شهريا طبعا مليون ريال شهريا إلى متى استمر ذلك استمر ذلك عامين سنتين كاملتين وهو بيأخذ مليون ريال كل شهر غير ما أتى به يعني غير ما أتى به وأشكال دعم أخرى يعني أحيانا باخرة أغذية لمعسكراته نعم باخرة أغذية أتتنا إلى ليبيا ومعلبات وملابس عسكرية وإلى آخره طبعا تستطيع أن تقول هم يريدوا أن لا يستخدم من قبل إيران ربما كانوا يشكون أن إيران تستخدمه إيران لم تستخدمه ليست بحاجة إيران يعني هو لعب لعبة نعم أوحى إليهم بأنه يمكن أن يعمل مع إيران فهم أرادوا أن يخطأوا ذلك يريدوا أن يكفوا شره يو يو إلى آخره بهذه الحدود يعني ممكن أن تكون الأمور مفهومة بعد سنتين يعني ترددوا أو تمنعوا فأرسل لهم ما يشبه الإنذار عبر طرف مخابرات عربي آخر ثم قام باغتيالات ضدهم قام باغتيال ثلاثة دبلوماسيين صالح المالكي وحسن العمري وعبد الله عبد الغني بدوي كانوا سفراء في آسف كانوا دبلوماسيين في بانكوك وفي باكستان وفي تركيا يعني ثلاثة دبلوماسيين هذا كان عام تسعة وثمانين وتسعين وعام تسعة وثمانين أيضا استغل مسألة مربكة وقام باغتيال كان اللعين سلمان رجدي قد أصدر كتابه آيات شيطانية وتعلم يعني صدرت فتوى من الإمام الخميني في تلك الفترة كان هناك إماما سعوديا اسمه عبد الله الأهبل إمام يعني في دول البنيلوكس ومقر بلجيكا كان هذا الإمام تحدث ضد فتوى الإمام الخميني فقام على يد مجموعة مغربي له علاقة معها يعني جماعة جندهم أبو نضال جندهم أبو نضال هم الآن معتقلون في المغرب قتلوا للإمام فقاموا بقتل الإمام ونائبه أو مدير مكتبه تونس الأصل طبعا ألصقت التهم بإيران فورا الحقيقة الذي قتل هي مجموعة يعني هو من خلال عبدالقادر بلعيرج المعتقل الآن بتهم يعني ذات طبيعة شبيهة في المغرب الآن العلاقة مع السعودية كما أفهم منك بدت في السبعة وثمانين ودفعوا للتسعة وثمانين معناته قبل ذلك ما كان لهش علاقة فيهم قبل ذلك كانت مناوشات أخذ ورد معناته أبو نضال ملوش أي علاقة بقضية ناصر السعيد لا 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 اللي تهم فيها أبو الزعيم وأبو إياد نضال يعني ملوش علاقة لأن هذه القضية منتهم فيها أبو إياد أعتقد أيضا جازما أن أبو إياد ليس على صلة بالقصة يقولوا أنه أبو الزعيم هو اللي نفذ بأوامر أبو إياد ربما ربما الأبو إياد لم يكن في يوم من الأيام على علاقة حسنة بأبو الزعيم أبو إياد لو كان الأمر يد أبو إياد لفصل أبو الزعيم منذ سنة نستو وأبو إياد ليس له علاقة إذن بتظن أن قضية ناصر السعيد غالبا أبو الزعيم يكون عملها بدون علم أبو إياد بالتأكيد أبو إياد ما له علاقة بالتأكيد بالتأكيد وقصة ناصر السعيد جرت في بيروت أي نعم في بيروت وأبو نضال لا يوجد إلو سطوي لأ في ذاك الوقت كان في العراق نعم لا يوجد إلو سطوي في بيروت طيب مين كمان من الدولات ثم فيما بعد بعد هذه الإغتيالات جرى عودي للعلاقات أنا أقول العلاقة يعني لا أقول العلاقات لأنه هي علاقة ليست سوية يعني بمعنى رفضوا أن يكون فيه الممثل لكن أصبح فيه تعدد لبعض أعضاء تنظيمه لشراء مثلا مصبغة يذهبوا بها إلى السودان أو لشراء معدات أو لشراء سيارات أحيانا يأتوا بها إلى ليبيا يعني أنا أعرف أشخاص ذهبوا واشتروا من السوق السعودي يعني أصبح الأمور فيه بعض الانفتاح ثم وكانت الصلة بهم تجري مع الممثل السري لأبي نضال الموجود في القاهرة ويتم الدفع عبر ذلك الممثل هذا الممثل السري لموجود في القاهرة ذلك بمعرفة الأجهزة الأمنية المصرية نعم نعم الآن نأتي لنقول التالي يعني أنت تريد أن تفتح علي باب جهنم فليكم لا مش قصدي قصدي أن أستعرف هذه المرحلة وهذه الشخصية التي يعني أثيرت حولها كثير من نسجت حولها كثير من القصص الهدف من هذه الحوارات معك أنك كنت قريبا منه في فترة من الزمن طلعت على الملفات طلعت على القضايا أنا أقول الإخوان في السعودي دفعوا حتى عام حتى نهاية عام 98 كانوا يدفعوا مليون ريال شهري شهريا نأتي إلى إخواننا في مصر يعني محزن الإنسان أن يقول أن ظاهرة أبو نضال لولا الأنظمة العربية والأجهزة العربية لما ولدت ولما كانت وبالمناسبة هذه الظاهرة ولدت على يد المخابرات العراقية وقبر أبو نضال على يد المخابرات العراقية يعني ولدت في بغداد وقبر أبو نضال مش الظاهرة إحنا اللي قبرنا الظاهرة لكن هو كشخص كبر في بغداد طبعا علاقته مع مصر تأخذ من خلال البارومتر العراق المصري والبارومتر العراق المصري كان في كثير من الحالات متوتر وكان في حالة في أوقات كان في علاقة طيبة معهم لما غبقت الحرب العراقية الإيرانية جرت محاولات لإقامة علاقة في زمن الرئيس السادات ما بعد زمن الرئيس السادات ما بعد الرئيس السادات يعني عام ثلاثة ثمانين أربعة وثمانين جرت محاولات ولقاءات في مطار القاهرة من خلال شخصية فلسطينية كانت تتوسط بين الجماعة والمخابرات المصرية جرت عدة لقاءات ثم يعني جرى تواجد لشخص لفترة مؤقتة ثم انقطعت هذه العلاقات إلى عام ثمانية وثمانين طيب اسمح لي نأخذ هنا فاصل قصير ثم نستأنف من عام ثمانية وثمانين نعم أستاذ عاطف أبو بكر كنت تحدثني قبل الفاصل بأن العلاقة مع المصريين كانت بدايتها لقاء حصل في مطار القاهرة أيام السادات واختير شخص لكي يكون مندوبا للجماعة نعم ويكون في القاهرة تواجد هذا الشخص يعني فترة محدودة ثم نتيجة يعني العلاقة الليبية المصرية المتوترة هذه الفترة بدأت أربعة وثمانين انفتحت العلاقة مع ليبيا بشكل جديد يبقى العلاقة مع المصريين بدأت من الأربعة وثمانين لا هي علاقة نستطيع أن نكون جس نبض وعلاقة يعني من بعيد لبعيد وتصادفت مع الانتقال إلى المعسكر الليبي نعم أو إلى الحضن الليبي نعم يعني لنقل يعني بداية محاولات طرق الباب المصري لإقامة علاقات هذا رغم أنه في مجلته كان يقيم الدنيا ولا يقعدها ضد ما يسمى بنظام كامديبت ويخون وإلى آخرين عام ثماني وثمانين شكت جماعة أبو نضال لمدير أمن المدير الأمن العام الكويتي مدير الأمن الدولة الكويتي أنا يعني الإخوة في مصر يكسوا علينا شو دخل لكويت الكويت كان علاقات كويسة معنا موجودة وكان في مندوب في الكويت نعم أبو نضال كان له مندوب في الكويت وحتى الآن هناك مندوب باقية حتى الآن يعني لم يخرج سنتحدث عنه عند قتل نحاول قتل أبو نضال نتحدث عنه يعني اشتكوا إنه الإخوة في مصر يقسوا علينا فقيل نعم يعني سنساعد في إقامة علاقة وجرت وساطة من طرف من هذا الطرف مع مدير المخابرات المصرية وجرى لقاء في مطار القاهرة من جديد ثم اتفق على إقامة علاقة تحت الطاولة وأعطوا مكتبا سريا يعني لدي عنوانه ولدي تفاصيله وأرسل شخص ليمثل الجماعة كان يسمى في الجماعة كمال شكري اسمه جميل خضير الحقيقي وبقي متواجد للتمثيل إلى عام واحد تسعين عام واحد تسعين عزز هذا التواجد بإرسال عضو في اللجنة المركزية للجماعة هو يوسف علي الفرر معروف بدكتور كمال وهو قناة الاتصال مع البلدان الخليجي ومن بينها السعودي بمعنى كان عبره من مصر عبره يجري دفع الآخرين ما الذي كان يقدمه المصريون فيما عدى المكتب والسماح بمثل هذه الاتصالات مع الدول الخليجية هل كانوا يقدمون مالا؟ لا المصريين لم يقدموا مال ولم يقدموا معسكرات لم يقدموا جوازات سفر تحرك بس قدموا أبو نضال عام واحد تسعين بدأت أزمة يعني بدأت بداية النهاية تتضح في ليبيا فكان بحاجة أن يزج بمجموعاته إلى السوداء باتجاه السودان وباتجاه مصر المجموعات القيادية باتجاه مصر يعني ليبيا أرادت أن تصفي بوجود مجموعة أبو نضال في بلادها سأتحدث أعود الآن من خلال لأنني سأتحدث عن هذه النقطة فأبو نضال أيضاً عام واحد تسعين عندما بدأت بدأت الاستدارة الليبية باتجاه الغرب وباتجاه إفريقيا أبو نضال أيضاً أغلق معسكره في ليبيا في يذرن في منطقة غريان و مجموعاته انتقلت إلى المدينة وإلى منطقة الزاوية فبدأ يرسل بمجموعاته بهذا الجسم التنظيمي المتواجد في ليبيا إلى السودان ثم بدأ يفكر بنفسه وبأسرته فبدأ يعزز الأمر مع القاهرة فأرسل عضو لجنة مركزية موثوك كان في حينه من طرفه حتى ذلك الحين كان موتوكاً ثم بعد ذلك انقلب عليه نحن الآن نتحدث عن فترة بداية التسعينيات نعم لكن أنا بحب أن أمشي بالتسلسل الزمن شوية حتى لا يفوتنا شيء أنت قبل ذلك خرجت من الجماعة نعم وحاولت أن تفسر لي وجودك في جماعة ترتكب جرائم واغتيالات وقتل وعلى رأسها ممكن يعني نفرد لها حلقة لوحدة هذه لأنه نعود لها من جديد نفرد لها بعد لأنه دخلنا في موضوع العلاقات نكمل شوي ونرجع ممكن وهو أنت الآن كيف أنت وين هتستمر الآن في السياق الزمني وين رايح الآن رح لأنه أنت الآن أنت الآن تتكلم عن شيء أنت خرجت منه نعم نعم لكن أنا يعني بحكي عن شيء أؤرخ له وأنه ماذا تم طيب أوكي إذا أردت يعني بهذا السياق أنا أسير تفضل كمل إذن كل تعزز وجوده في مصر حتى عام 1993 أبو نضال كانت الاستدارة الليبي قد تمت ووضع في الزاوية يعني لم يعد مطلوب خدمات أصبح وجوده محرج فأبو نضال أصبح تواجد جماعاته في المدينة وفي مزرعة السواني وفي منطقة الزاهرة وكذا يعني في أماكن زراعي وأماكن مدني وزج بجزء كبير إلى السودان ثم بدأ يرسل طلائع مجموعاته من جديد إلى العراق 93 طلب من اثنين من جماعاته أن يبلغوا أن يبلغ السلطات الليبية بأنه الرفيق تقديرا لظروفكم والضغوط وكذا قرر الخروج فخرج فارتاح الليبيون لذلك أنه خرج لكن الحقيقة أن أبا نضال بقي في ليبيا ولم يخرج بقي من 93 إلى 97 شهر واحد في ليبيا ويتنقل سرا ويتصل بجماعته ولم يخرج من ليبيا حتى ذلك التاريخ ولم تعلم السلطات الليبية بعدم خروجه عام 97 في شهر واحد في 21 واحد 97 خرج بجواز أردني مزور باسم محمد عبداللطيف عربيات إلى مصر عن طريق الحدود البرية هو وشخص من كيادته ودخل مصر واستأجر بيتا واشترى سيارة باسم أحد زملاءه اللي هو زوج ابنة أخيه أحمد الحلبي وهو الآن خرج من الجماعة أيضا إذن عنده الآن مكتب عنده هو موجود 96 السودان أخرجت أسامة بن لادن وهناك ضغوط على السودان فقالت للجماعة بالتي أحسن خفف الوجود فالجسم القيادي كان بين ليبيا والسودان فنقل جزء من عاد جزء إلى ليبيا وجزء إلى مصر ثم أحضر أسرة إلى مصر وسجلت ابنته في الجامعة المصرية ابنته سجلت رسميا بعلم السلطات هو وزميل له آخر في قياده وسجلت البنتان في الجامعة بعلم السلطات والسلطات تعلم بوجود الأسرة إذن أصبح الرأس القيادي في مصر وفي الاجتماعات القيادية يأتوا من ليبيا إلى مصر بكي في مصر حتى شهر سبعة ثمانة وتسعين الأمر هادئا شهر سبعة ثمانة وتسعين وقعت إشكالات شخصية وتنظيمية بينه وبين مجموعة القيادي أراد أن يصفي مجموعة القيادي فأعد برمير الحامض وأعد كيف يبني جداراً ويلكي بجثث الآخرين خلف الجدار كالعادي كعادته وخطط الأمر وكان يطلب من زوج ابنة أخيه أن يكون أمين سر هذه المسألة وعندما أكمل الخطة جاء زوج ابنة أخيه وكان شاباً شريفاً فأبلغ الآخرين بأنه ميوشك أن يقتلوا نعم هنا يعني جرى الاشتباك هذا كله في القاهرة القاهرة جرى يعني التصادم بين الطرفين وجرى خلاف داخل هذه المجموعة المعاكسة له الآن هل يقتلوا أم يفرضوا عليه شروط تنظيمية ويوقع عليها أم يسلموا للسلطات المصرية وتعدت الزوجات نظرهم متقديري كان في بعض وجات النظر هذه كان بها بعض المراهك ذهب أحدهم وكان يرى أنه أن يقتلوا على الأرض المصرية يعني سيعرضهم لعقوبات فأبلغ الشرطة المصرية بمكان بيت زوجته وكان في حينها يزور بيت زوجته وعندما خرج كانت الشرطة في أمبرانس فأخذ للأسف قيل أن هذا الرجل الذي أرهب الكثيرين أنه بال على نفسه أثناء اعتقاله نحن نعرف أنه جبان بالمناسبة وسلوك وسلوك جبناء القتل والغدر والكذا هو سلوك الجبناء لذلك عندما علمت من هؤلاء الشباب أنه بال على نفسه لما استغرب طيب شو سووا في المصريين وضع في الاحتجاز ووضع الآخرون في الاحتجاز طيب هم المصريين عارفين بوجوده وقابلين به لماذا احتجازوا لا هو المصريون لا يعني وجود الجماعة معروف أما مش هو شخصية لا ندخل هو بجواز مزور ولغاية الآن لا يعرف وجوده الآن أصبح وجوده مكشوفا هنا يعني في مصر جرى كان في وجهتين نظر يعني من الأصوب الآخرون أم هو وهو في التحقيق وهو في التحقيق معه يبدو أنه قدم عروضا وغراءات وأنه قادر أن يقدم خدمات وهذه عادته وهو في التحقيق جرى قتل هذا الإسلامي في عدم المصري فرجحت كفة القائلين بأنه هو أفضل من الآخرين للخدمات طبعا أنا أقول هنا كان لأبي نضال أو للجماعة في فترتنا وفي المضى علاقات واسعة بالقوى الناصرية وبقوى إسلامية أبو نضال لم يدخر شيئا إلا وقدمه من معلومات يعني هذا خلق حتى لو أقام علاقة مع نظام هذا أمر آخر بس أنت لا يعني الأسرار الآخرين أمانة ثم حينما تتعارض مع أيمن الظلاهري أو أبو حمزي المصري أو كذا لكن هل نحن فلسطينيين هل مطالبون باغتيال هذا أو ذا هل يقدم القضية الوطنية الفلسطينية طبعا أنا أقول ذلك لأنه قتل معارضين ليبيين قتل معارضين سوريين مين من المعارضين الليبيين قتل أبو نضال هو الذي قتل أحمد البراني في كبرس أبو نضال هو الذي شارك بالاستطلاع وتقديم المعلومات عن محمد البرقيني في روما وأبو نضال هو الذي قتل محمد مصطفى رمضان المذيع في البي بي سي في لندن ليبي ومن السوريين من قتل؟ رغم قول الدكتور عصام العطار أن الأجهزة السورية أنا أقول لأبي نضال دور في المسألة يعني في مقتل زوجة عصام العطار؟ هو القتل لعصام العطار كان فكتلت زوجته حتى أن أبو نضال عرض على السوريين قتل عبد الرحيم أحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن جبه التحرير في العراق ولذلك قصة فرفضوا وعرضوا عليه من مشاركة في اغتيال الملك الحسن الثاني فرفضوا قصة عبد الرحيم أحمد لذلك قصة حتى يغطى على دور أبي النضال في اغتيال زهير محسن بمعنى ذلك عضو قياد قومي هذا عضو قياد قومي ذلك عضو لجنة تنفيذية هذا عضو لجنة تنفيذية أجهزتنا الفلسطينية والعالم لا زال يصر أنه الموساد أنا أقول أنه تقاطع الطلاف متعددة أما المنفذ من عند أبو نضال في كان عام تسع وسبل إذن الآن أصبح هو تحت أيدي المخابرات المصرية أصابته كريزة أدخل المستشفى يعني عملية قلب سريعة هنا لا أقول أنا يقول رفاق الذين كانوا معه في ذلك الوقت منهم عبد الكريم مصطفى محمد المسمعون الجابر كان عضو لجنة مركزية عنده وهو الآن في بغداد يقول وأنه في المستشفى جرى اتصال الـ CIA به وهو في المستشفى القاهرة وأن ذهابوا إلى العراق رتب ترتيبا هذا أي سنة تقريبا تساو تسعين تساو تسعين الآخرون عندما تم ذلك وعندما فضل أبو نضال على الآخرين قيل لهم اخرجوا يعني سيعوا في الأرض فخرجوا إلى جنوب شرق آسيا يعني أنهي وجود الجماعة في مصر تقريبا الآخرون خرجوا إلى أماكن متعددة وهو نقل إلى العراق لا وهو بكي في مصر في هذه الفترة وقيل للآخرين عندما نرتب دخولكم إلى فلسطين مع السلطة الفلسطينية ومع الإسرائيليين تعودوا فرتب العودة الآخرين عام 98 و 99 وعاد جزء إلى غزة وجزء إلى الضفة الغربية موجودين الآن هناك؟ نعم عادوا إلى مطار الكاهرة ومن ثم الى مناطق السلطة الفلسطين ليخدموا في أجهزة السلطة؟ الآن هم يعني متقاعدين الآن يعني إنسانيا هم يعني يغطى مواليا من قبل السلطة لكن هم حلوا لهم إشكال يعني بدل ما يكونوا مبعثلين في العرب نعم يعني حلوا للمصريين إشكال وحلوا للشباب نفسهم حلوا وهو شو صار فيه؟ هو الآن بقي أبكو في مصر إلى أن نقل طبعا هنا تختلف الروايات بعضهم يقول أنه دخل عن طريق الأردن إلى العراق وبعضهم يقول عن طريق دبي والبعض يقول عن طريق الكويت وأنا في شهر ثلاثي دخل شهر ثلاث تسعة وتسعين دخل إلى العراق فأعلنت أنه دخل من حدود المنذري الإيراني إلى العراق وبعلم السلطات العراقية ودون علم السلطات الإيراني وبجواز سفر أردني مزور وبفيزة من السفارة الإيراني في السودان وذهب إلى الطهران وكان معه ماجد الهبرات شاب أردني من الجماعة أردني الأصل اسمه ماجد الهبرات ويسمى في الجماعة كفاه عيسى وهناك هذا الشاب ابتز أبو نضال بعشرة ألاف دولار ثم أكمل إلى الأردن فأبو نضال دخل العراق بعلم العراقيين عندما أنا قلت ذلك عام تسعة وتسعين قال العراقيون المخابرات العراقية قالت هذا كلام غير صحيح طيب أنت المعلومات منين جبتها من جماعته؟ نعم من داخله من داخله وأنت تظن بأن كل هذا بترتيب من السي اي اي اي؟ أنا أظن أن ذلك أطراف تريد أن تتخلص منه أنه أنتم العراقيون أكثر قدرة على احتمال وجوده لأنكم محاصرين فلن يضيف لحصاركم شيء اثنين أبو نضال طبيعته عنده استعداد أن يخدم من هب ودب ومقابل أمنه وحياته وأسرته أبو نضال مستعد لكل شيء طبعا أخرج من المصر وبكيت أسرته حتى الآن أسرته في مصر في مصر الجديد حتى الآن في شارع بغداد حي الكوربة في شارع بغداد في مصر الجديد سأتحدث عنها لأنه تتعلق بأمور مالية فيما إذن خرج إلى العراق وعين له ضباط اتصال وسكن في شارع فلسطين وبدأ يرسل من الراديو ستيشن يعني جهاز الإرسال ركال جهاز إرسال ركال يرسل اتصالات إلى مجموعته في لبنان إلا سلكي إلا سلكي وهذا لا يمكن أن يكون سرا يعني إخوانا العراق كانوا يقولوا أنه لا نعلم لا يمكن أن يكون سرا بالعكس في مرحلة لاحقة أبلغ العراقيون أن أبا نضال يعني يتابع مسألة السلاح الباليستي العراقي وأنه أبو نضال يعني يحاول أن يصل إلى ملف الأسرى الكويتيين في العراق وأنه أبو نضال يطلب من الكويتيين 150 مليون دولار مقابل كشف هذا الملف وقيل أن بعضهم كان محجوزا في معسكر أبو نضال السابق في هيت في منطقة هيت وأبلغ العراقيين من أطراف لا داعي لذكرها يعني من هي لم يصدقوا وعندما يعني تأكدوا بعد ستة شهور تقديري لم يتخذوا الإجراء الصحيح يعني لم طبعا ميش اللي صار هو يعني قال بعضهم أنه يعني حكك معه وأنهم أرادوا نقلوا إلى مزرعة يعني قتل هو ليقتلوا الحقيقة أنه يعني جرى مهاجمة مكانه وقتل طبعا هم يقولوا هذا متى التاريخ تاريخا في شهر آب 2002 يعني قبل الغزو قبل الغزو نعم نعم طبعا يعني بأقل من سنة قالوا أنه أقفل الباب على نفسه قبل أن يأخذوا وقتل نفسه برصاصة في فمه يعني أنا لا أفهم أنه شخص يقتل نفسه بستة رصاصات يعني هو المهم في الموضوع أنه انتهى أنه بدأ في العراق وانتهى في العراق و هنا ينتهي وقت هذه المراجعة نستأنف الحديث في المراجعة القادمة إن شاء الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى